سيد احمد طبعا برحب بيك وماشاء الله يعني شايف محطات قانونية حقوقية كبيرة ونفخر ايضا بشبابك حاجة رائعة ان يكون شاب مصري له كل هذا الاسهام في هذا الوقت خاصة ان المرحلة حقيقة ما من نقدر نقول من 2011 حتى 2022 سنة في مصر تحديدا اصبح الجانب الحقوقي والقانوني واحد من اهم الجوانب التي نقف عليها وكان نقف الان على قط النار صحيح بداية عايز اعرف رأيك واكيد هنروح لكل ما قلت انت وكتبت في مقالاتك وايضا في ابحاثك القانونية عن موقف مصر الان في حقوق الانسان ولكن ابدأ من حيث النهاية الان الحوار الذي يطرح في مصر من السلطة كثير من القوى السياسية من الاحزاب المعارضة من حتى في الخارج الكل تقريبا اتفق على انه اهلا بالحوار وبدأوا يدعوا مجموعة من الضمانات الاجراءات حنتكلم فيها انه ما خلينا الاول ابدأ من حيث رأيك الشخصي في هذا الحوار ثم نعود للتقرير او لبيانة اللي انتم مجموعة من الحقوقيين ازرتوه في هذا الشأن طيب في البداية انا بشكر حضرتك على الاصدافة وبشكر القناة وشكرا على المقدمة ديت اللي هي يعني انا اقلم ان هي مكتوب فيها كتير يعني شكرا لكم جدا فيما يخص النقطة المتعلقة بالحوار الوطني خلينا اقول بشكل اساسي احنا بننظر لها كحقوقيين انها من الممكن انها تكون محطة جيدة للعمل على تحويل المصاري المصاري الدولة الموجود في ما له علاقة باوضاع هو الانسان سواء كان ما له علاقة بالاوضاع الحالية او الاوضاع المتعلقة بالمجتمع المدني بشقيه سواء كان مجتمع مدني احزاب ونقبات وغيرها او مجتمع مدني حقوقي لمنظمات وجمعيات اهلية او غيرها فهي نقطة من الممكن انها تساهم وتساعد على يعني حلحلة الاوضاع اللي مرتبطة بهذه الاشكالات اللي موجودة حالين واللي بتؤثر على لحمة المجتمع المصري وسلميته اهليته بشكل كبير وبالتالي فبالتأكيد التعاطي معها في هذا الوقت امر مهم في ليس الغرض منه او لا ننظر اليه على انه امر فقط بوضعه السياسي وانما بنتطرق اليه على انه نافذة من الممكن ان تؤثر بشكل كبير على حالة الوضع الحقوقي سواء كان ما له علاقة بالمجتمع المدني كما ذكرت بشقيه نقبات اعمالية نقبات اجتماعية نقبات فئوية او حتى الاحزاب لان الاحزاب في عرف القانون الدولي هو جزء من المجتمع المدني وايضا ما له علاقة بالجمعيات الاهلية اللي بتمارس دور تنموي ودور توعوي ودور حقوقي في بناء وتوعية المجتمع فدي نقطة من الممكن انها تساعد على حالة هذه الوضع اللي احنا بنراها انها اوضع مزرية للغاية اثرت بشكل اساسي على الاوضاع السياسية وعلى الاوضاع الاقتصادية في البلد جميل اذا انتم من حيث المبدأ يعني رحتهم بهذا الحوار ثم اصدرت انت ومعك مجموعة من النشطاء والحقوقيين بيان وضعتهم فيه نقاط كثيرة جدا في شكل اجراءات او في شكل الشراطات اذا يعني اذا اردنا ان اقول من اجل القبول بالحوار او ما قبل الحوار عايز بس اعرف او يعني طبعا انت جزء رئيسي من كتابة هذا البيان الحقوقي عايز اعرف حضرتكم حين يعني كتبتم هذا البيان كنتم تروا يعني هذه الشراطات وجوبية او يعني اعرف برضو بعضها انت تتوقف امام بعضها للمشاهد طيب او انا من ضمن الموقعين على هذا البيان بشكل اساسي وكان هذا البيان حصيلة عمل كتير او عمل كبير من عدد من الزملاء في التواصل وفي العمل عليه وانا فقط كنت من الذين اوقعوا عليه بشكل كبير لكن حينما تطرقنا او تطرق الزملاء للعمل وبعد كده اسهموا في التصورات اللي مرتبطة بكتابة هذا البيان ومطالبة الشخصيات العامة سواء كانت الحقوقية او بعض الشخصيات الشبابية ما بين قصين اللي هم بنتموا لفئة الشباب سواء كان لثورة 25 يناير او لغيرها ما بعد الثورة انهم يكونوا عجز من هذا البيان هم اخدهم يعني وقت طويل في بناء هذا البيان وهذه المحاور اللي موجودة فيه او النقاط اللي مطلوبة فيه كارضية من الممكن انها تكون بداية بداية لتفعيل اي حوار وطني سيأتي في المستقبل لتفعيل اي حوار هي ليست شروط ليست شروط هي بدايات اجراءات اجراءات اساسية نراها او يراها الموقعين على هذا البيان بانها اساسية لجدية اي حوار وطني تقوم به السلطة مع السياسيين او مع اوتا اوتا تفعل به السلطة ما تفعله في النهاية احنا يهمنا ان هذه الاجراءات تكون موجودة على الارض سواء كانت السلطة فتحت زراعيها للمجتمع ما بين قصين السياسي فانه يتعاطى معاها ويتحدث معاها او انها قامت بتفعلها بالفعل قبل اي حوار جميل معنا الان على الشاشة وساعتك بتعرض معنا الان هذا البيان وضعتهم فيه اكتر ما فوق العشر نقاط عشر نقاط حضرتك ترى ان العشر نقاط ما هي النقاط الاساسية الرئيسية التي تعد الحد الادنى من اجل قبول الحوار واقامة الحوار هم دول هم دول العشر هم دول العشر اللي احنا نعتقد بشكل اساسي او اعتقد الموقعون عليها بشكل اساسي انها هي البداية او الركيزة الاساسية لجدية اي تعاطي مع حالة حوار مجتمع كلها تدور في الافراج عن المعتقلين هي هي لاطفاء الحرائق تستطيع ان تقول بشكل اساسي هي عشر نقاط للعمل على اطفاء الحرائق لأهم الاشكالات اللي موجودة في مصر بشكل كبير مرتبطة في كتير جدا منها واساسها ومنباحها هي الحقوق والحريات اللي احنا بندي بيها واللي احنا بنشتغل بيها وبالتالي يعني ده الاساس اللي تم التعاطي به مع العشر نقاط طيب عايز اقول انتم كشخصيات حقوقية وقانونية وشخصات وطنية رموز احزاب تعاطت بجدية كبيرة جدا مع هذا الحوار او الدعوة الى هذا الحوار فيما ان حتى هذه اللحظة هو مفيش حوار هو في دعوة للحوار في دعوة الحوار هو بيتم التعاطي معه السلطة حتى اللحظة لم تقدم يعني من البرهين للجدية او التقاط هذه الدعوات وتحولها في اطار رسمي فيما انها فقط سمت اسم الجهة التي تنافذ هذا الحوار وغير مرضى عنها اللي هي اكاديمية الشباب على معطا اه صحيح عايز اقول للممرسة حتى الان استاذ احمد بتقول انه ليس هناك يعني برضو جدية كاملة من النظام حتى في تبريد الجو او تعدد الجو اليوم فجئنا بتقرير ايضا سري او قرار سري صدر لبعض القنوات المحسوبة على النظام بعدما استضافة اربع شخصيات بينها زي الاستاذ حامدين صباحي او محمد انور السادات او اكرم قرطان او احمد تنطوي ما يعني ان السلطة يعني ماضية في طريقها لا تلتفت لإقامة حوار او تاديد الاوضاع ده كلام مضبوط وده اللي احنا من يعني اللي احنا مؤمنين به ان النظام ليس جدي في العمل على الحوار اولا بص يعني الاساس في اي تعاطي اي نظام دولة مع الاوضاع فيها انه ان الحلحلة الاوضاع بتأتي من داخل النظام ذاته تمام اذا كان النظام جديا فعليه ان يأخذ خطوات هو الوحيد اللي يستطيع ان يأخذها ليس ليس اي 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 نطاق اخر داخل الدولة والازمة ان النظام بيحاول انه يصدر على ان انا بحاول اخذ خطوات المشكلة انه لا ان هذه الخطوات دائما ما يصدر تماثيل تمام يعني في حالة مثلا ما اذا حب انه يتعامل مع ملف المعتقلين وعايز انه يعمل حلحل ملف المعتقلين فهو لا يأتي بالحل وانما يصدر شخصيات بحيث انه يعمل عملية منورة وده اللي احنا موجودين فيه من 2014 غد الوقتي مناورة تتبع مناورة يعني على سبيل المثال خلال السنة اللي فاتت كانت هناك مناورة وفهمة منها على ان هناك تغيير وتعديل في الاوضاع الحقوقية تمام اللي هي عبارة عن خروج لجنة او خروج مجموعة من ثمت نفسها لجنة الحوار المجتمعي او لجنة الحوار الدولي او غيرها بخيادة الانورسادات او الناب انورسادات وقتها وتواصلت مع عديد من الجهات الخارجية وتعاملت معاها وحاولت بقدر المستطاع انها تقول ان انا بتناول الشأن الحقوقي وبحاول ان انا اعدل من الاوضاع المرتبطة بالحقوقيين هذه مناورة بعدها مناورة الخطة الاستراتيجية او الحول حالاتي لها اكيد او غيرها انت فاهمني هنتكلم فيها هي دي النقاط هي مناورة تتبعها مناورة ليس اكثر جميل جدا يعني هذه المناورة السياسية التي تقوم بها الدولة او نظام الان مع المعارضة مقصود بها غالبا خطاب الخارج وليس خطاب الداخل وانت بذلت جهدا كبيرا حقيقة سوى في لجنة مناورة تعذيب في الهم المتحدة او في غيرها من ابحاث القانونية التي اذرتها تطالب بحق السجناء السياسيين المصريين هذا الملف الان لا يوجد فيه حالة على الاطلاق اين تراه في واقع الحوار الان في واقع الحوار الوطني يعني خلينا اقولك حاجة مهمة جدا وده انا بتخيل انه امر مهم انا من الناس اللي بتدعو لفصل العمل السياسي عن العمل الحوي تمام رايح يعني انا يعني انا اؤمن بهذا العمل اؤمن بهذا الشكل من العمل صراحة يعني انا انزعكتي بشكل كبير قوي لما لقيت انه هناك عدد من السياسيين ومن الاطياف السياسية حينما تم التعاطي مع موضوع الحوار اول حاجة اشتغلوا عليها قالك ملف المعتقلين السياسيين هنعمل فيه ايه ما هو يعني لو انت دورك كسياسي ها انك تتعامل مع الدعوة للحوار على انها ملف معتقلين وعدد من الدفاتر المعتقلين وعدد من ارقام المعتقلين فانك تطلحهم من السجن ده ليس له علاقة بالعمل السياسي اللي انت بتقوم به بل بالعكس كمان انت تقوم بتسييس هذا الملف الحقوقي البحت هذا الملف العدل البحت في التعاطي معاه وفي اكتساب انا اراه انه اكتساب مشروعية سياسية لدى تنظيمك او لدى جماعتك او لدى الحزب اللي انت بتنتمي ليه هو ده انت فاهم فهدي اشكالية كبيرة او انا اراها اشكالية كبيرة لما يتعاطى لما يتعاطى السياسيين مع الملف الحقوقي ولا الملف المعتقلين انا لا اجد ان هذا التعاطي هو ايجابي بشكل كبير وانما هو للأسف يؤزم الموقف يعطي حقوق المعتقلين وحقوق المسجونين على ترابيز التفاوض مع النظام تمام انا انا ارا كده انا انت ترفض ترفض فكرة ان يوضع هذا الملف في تار التفاوض ولكن لا ترفض فكرة ان السياسي يسعى بكل ما يملك له الافراج عن السجناء السياسيين حقه 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 انه يسعى لكنه لا يستغل هذا الملف في الاغراض ومكاسب سياسية هذه هي الخطورة واللي انا شايفه وما الضرر واللي انا شايفه وهذا هو الضرر هو ده اللي بيختلف في السياسة الحقوقي الضرر انه هو السياسي بيكسب من هذا الملف آنيا الان بينظر تحت رجليه انما الضرر على الحالة الحقوقية والحالة العدلية للموضوع الملف المعتقلين يعني على سبيل المثال ان ينتهي المطالبات الخاصة بالتعاطي مع وقائع التعذيب اللي بتتم لدى المعتقلين السياسيين او الانتهاكات اللي حصلت لهم او جبر الضرر او التعاطي مع ملفات الخاصة بملاحقة ومرتكب الانتهاكات كل ده بتحط على الترابيزة مع خروج المعتقل لينتهي دوري انا كحقوقي دوري انا كشخصي بيشتغل على الملف الحقوقي هو امر متتابع ومتراكم احنا لا نقف عند هذا الحد وانما ان يقف السياسي عن تعاطيه مع الملف الحقوقي اللي انه فقط ان انا عايز اطلع معتقل من السجن او عندي لسلة معتقلين عايز اطلع حب من السجن وبالتالي فانا ده بداية اي حوار لا هذا غير صحيح اذا انت تنكر فقط ان يوضع هذا الملف في طالة الانتهازية السياسية وغير تفاوت وده اللي انا بقى اراه ده اللي انا اراه خلال الفترة اللي فاكت على فكرة هذا الموضوع مهم جدا للغاية لانه فقط انا كنت متخيل انه وقف عند حدود جماعة الاخوان وتعطيها مع الملف الحقوقي وانما للأسف شديد ده انا بقى رأيته بعد موضوع الحوار الوطني انه بيمتد الكل تقريبا الاحزاب السياسية لعنى بعض الاحزاب الاخرى انها اول ما تكلمت عن الموضوع قالك لا ده احنا انا ما تكلمناش عن معتقل واحد وانما تكلمنا عن سبعين معتقل او او ان احنا حنبعت لسته بتلتمية معتقل او او يعني تمام هذا امر جاي انا فهمت الان كمّل كمّل تماما كمّل كمّل هذا الامر تعاطي معاه لكن انا بقولك وانا بتخيل انا وجهة نظري رأيي الشخصي انه هناك اشكال كبير في تعاطي السياسيين مع الملف الحقوقي ووضعوا على ترميز التفاوض مع النظام ملف حقوق الانسان ليس للتفاوض مع النظام ملف حقوق الانسان هو حقوق من الحقوق الذي يجب ان يتم مراعاته والتعامل معه بكل استقلالية ونزاهة ولا يتم التفاوض عليه انا كده فهمت الفكرة تماما لانه قد يحدث التباس ان هذا الملف يكون فقط حكرا على الحقوقيين ولكن اهلا وسهلا بالاحزاب والقوى السياسية اي حد وشخصات الوطنية والمشاركة المجتمعية من اجل الافراج عن السجنية السياسية طبعا